معركة الطعون القضائية بشأن الانتخابات تتواصل في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قدم طعنا لدى محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس وذلك بعد يوم واحد على قبول المحكمة نفسها طعنا ضد أهلية الدبيبة لخوض التنافس قدمه سياسيون ومرشحون على عدم استقالة الدبيبة من منصبه وحمله جنسية بلد ثان وتلقت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس 13 طعنا وذلك في اليوم الأخير الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات لاستقبال الطعون وفي سبه جنوبي البلاد ما زال الغموض يلف قضية ترشح سيف الإسلام القذافي فقد أعلن القذافي أن مسلحين طوقوا مبنى المحكمة الابتدائية ومنعوا انعقادها للبت في طعنه ضد استبعاد مفوضية الانتخابات له هذا الوضع أدى لتجمع عدد من مؤيد سيف الإسلام في سبه احتجاجا على تأجيل الحسم في طعنه وفي ظل حديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات شدد المجلس الرئاسي على تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد متعهدا بتذليل كل الصعاب في سبيل ذلك من جانبه جدد المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش التأكيد على الالتزام بالموعد المحدد وقال خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إن تنظيم الانتخابات في وقتها يحقق تطلعات الليبيين في السلام والأمن يأتي هذا بينما أعلنت مفوضية الانتخابات أنها سلمت أزيد من مليونين وثلاثمائة ألف بطاقة انتخابية وأنها ستواصل الاستعداد لتنظيم الاستحقاق الانتخابي الذي يمثل حدثا مفصليا في ليبيا اشتركوا في القناة